تبدل الدولة جهودا كبيرة للانطلاق نحو تحاول الرقمي من خلال ميكانة كافة القطاعات الحكومية بالدولة لتقديم خدمات أفضل ولتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين يعد مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلام العامة مكونا مهما لتعزيز منظومة الطوارئ والسلام العامة من خلال التواصل السريع مع مختلف المحافظات ولربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية ولتلقي البلاغات بأنواعها المختلفة من المواطنين بما يواكب أحدث النظم المتبعة عالميا في هذا الإتعار مرحلة جديدة من التحول الرقمي بإنشاء مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تلك المنظمة التي تعمل على تقديم خدمات حل الأزمات والطوارئ والإغاثة والتعامل مع بلاغات المواطنين في أسرع وقت من خلال نظام اتصالات يعمل على التنسيق والتواصل بين جهات الدولة المختلفة في المحافظات لمجابهة هذه الأزمات للحفاظ على أرواح المواطنين وحماية المرافق الحيوية في حال حدوث أي طوارئ بها الشبكة الوطنية وفرت فيها بنية تحتها للتصالات من خلال عدد 2187 موقع أنشأناهم لصالح عشان يقدموا الخدمة من خلال الفرق الفنية والأطقم الفنية الخاصة بالشبكة الموقع دي طبعا احنا موزعانها جغرافيا على الجمهورية بالكامل عشان توفر خدمات للتصالات وده تم توزيعتها تم طبعا تبقى للكسافة السكانية والطباعة الجغرافية لكل منطقة وباستخدام أحدث برامج تكنولوجيا للتصالات اللي بنقدر نعمل بالها تخطيط للشبكات وبالتالي الكلام ده كله هنعكس على المواطن سواء لقدر الله المواطن اللي بيحصل له حدث على الطريق بتوصل له عربية الإسعاف في الوقت الصح توصل له القوات الوزارة الداخلية توصل له في الوقت المزبوط مركز المحافظة دايما بيبقى فيه ممثلي جميع الجهات المعنية بالدولة سواء كبنجدة أو كهرباء أو إسعاف أو بطرول وأيا كان نوع الخدمة موجودين في قاعدة بيانات قدامهم في تواصل كامل ما بينه المركز وما بين عناصر وأطقوم المدنية على الأرض لو حصل أي طلب لخدمة عامة بيتتوجه الطقم ولوه زمن استجابة عشان نقدر نوصل بها للمقاييس العالمية من خلال المركز الإقليمي بيتم عمل محاضر تنسيق بين محافظة سماعالية وإقليم القناة وسينة المحاضر دي بيتم إتاحة نسبة دعم بتوصل لـ 25% من إمكانيات كل محافظة وقت الأزمة فبقدر أننا لو في أزمة في أي محافظة أقدم لهم إيه الدعم ده سواء سيارات إسعاف، إطفاق، مستشفيات، معدات أياً كي المركز أتاح للمواطنين والعاملين في مرافق الدولة المختلفة سهولة التواصل مع ممثلي هذه المرافق من خلال بعض التطبيقات التي قدمها معرض الحلول والتطبيقات بالمركز كنماذج وضحت استطاعة قطاع النقل في تمكين أطقم التشغيل بالقطارات من التواصل مع غرفة التحكم المركزي في التشغيل أو الصيانة أو حالة الطوارئ وبالمثل في قطاع الكهرباء الذي أتح للمواطني سهولة التعرف على بعض الخدمات المقدمة وحل مشكلاته من خلال التنسيق والتواصل عبر نظام اتصالات مستقل بهذا المركز وربطه بمراكز السيطرة بالمحافظات أي مشكلة أو في أوقات الصيانة هو بيتواصل مع غرفة التحكم المركزي وبيقدر بقى يتقوموا بقى التوجيهات للمختصين سواء أن هم هيتواصلوا مع جهة خارجية في الدولة أو هيتواصلوا فيما بينهم يعني عشان يقوموا بالخدمة سواء أنها بتخدم مشروعات وزارة النقل زي مشروع المونوريل أو يقدم خدمة أمنية مطلوبة يعني نحن نتعاون مع الشبكة الوطنية في مشروع العددات الزكية نحن من خلال الشبكة الوطنية بنيقدر نبعد بيانات العددات الزكية من خلال شرايح الاتصال المؤمنة التابعة للشبكة الوطنية على شركات التوزيع ومنها البرنامج إدارة بيانات العددات اللي هو موجود في المقر الرئيسي البرنامج ده وظفته إدارة بيانات العددات خلال الموقع الرسمي أو الموبايل أبليكيشن المواطن يقدر يتابع استهلاك ولحظياً ويدفع الفواتير الخاصة به من خلال قنوات الدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات داشتنا عدد 23 غرفة عمليات مركزية وفرعية يبتداء من مركز دعم واتخاص قنوات العصامة الإدارية بالهيئة ومرورنا بمحافظات المنظومة برسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء استقبلنا منذ التدشين عدد 186.445 حالة طوارق منذ إبريل 2021 وحتى دريق منظومة السلامة والطوارئ العامة تعد أحد أكبر منظومات من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا وتوفر تطبيقات لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة للجهات الحكومية بشكل مؤمن من خلال شبكة اتصالات حديثة ومؤمنة بها أحدث تكنولوجيا للاتصالات